حلاج ترهل الصدر وشده باستخدام مكونين فقط هذه هي وصفتنا لهذا اليوم السلام عليكم حبيباتي وأهلا ومرحبا بكم على قناة وصفتنا الزمان للوصفات الطبيعية سعدت بلقائكم مرة أخرى على القناة وتمنى أن يلقاكم هذا الفيديو في تمام الصحة والعافية اليوم إن شاء الله وبحول الله سأتشارك معكم وصفة طبيعية مجربة ومضمونة إن شاء الله لعلاج ترهل الصدر وشده من أول استخدام فستحتاجين كمرترين أخت الكريمة في هذه الوصفة كمكون أول إلى زيت الزيتون وستحتاجين كمقدار من زيت الزيتون في هذه الوصفة إلى كوب من زيت الزيتون أما المكون الثاني الذي ستحتاجينه في هذه الوصفة لإلاج ترهل الصدر وشده ستحتاجين إلى القرنفل أو المصمار وهو يكون على هذا الشكل في هذه الوصفة سنقوم بتحضير زيت القرنفل المفيدة جدا في شد الصدر وإلاج مشكلة الترهل بسرعة جدا فهي جد سهلة وبسيطة فكل ما عليك هو أخذ المصمار بمقدار ربع كوب ثم تقومين بطحنه جيدا في الخلاط الكهربائي حتى يصبح ناعم جدا وبعد ذلك يمكنك استخدامه في الوصفة فضلا أختي الكريمة إذا كنت أول مرة تشاهدين قناتي على اليوتيوب لا تنسي الضغط على الزر الأحمر أو الزر الاشتراك وتفعيل الجرس لكي يصلك جديد قناتي فور نزوله ولا تنسي دعمي بلايك وشير وتعليق وشكرا جزيلا لك أما فيما يخص طريقة التحضير فهي جد سهلة وبسيطة تقومين كما قلت بطحن القرنفل جيدا إلى أن يصبح ناعم جدا وبعد ذلك يمكنك تحضير زيت القرنفل باستخدام هذين المكونين فقط تقومين بأخذ قرورة زجاجية وتضيفين فيها كوب من زيت الزيتون وكذلك مسحوق القرنفل بمقدار ربع كوب ثم تقومين برجها جيدا أو خلطها جيدا وتركها لمدة ثلاث أيام قبل استخدامها أو استعمالها لعلاج ترهل الصدر وشده بعد مرور هذه المدة تصبح زيت القرنفل جاهزة للاستخدام أو الاستعمال لعلاج مشكل ترهل الصدر وشده من أول استخدام إن شاء الله فهذه الزيت أيضا فهي تعالج مشكل الخطوط البيضاء التي قد تتواجد على مستوى البطن وعلى مستوى الصدر فيمكنك استخدامها لعلاج هذا المشكل طريقة الاستخدام فهي جدا وبسيطة تقومين بأخذ القليل من زيت القرنفل التي قمت بتحضيرها تقومين بعمل مصاج أو تدليك من الأسفل إلى الأعلى باتجاه عقارب الساعة وتقومين بهذه العملية لمدة عشر دقائق إلى عشرون دقيقة باستخدام هذا الزيت فهي ستفيدك كثيرا في علاج درهل الصدر وشده في مدة قصيرة جدا كانت هذه هي وصفة اليوم الخاصة بعلاج درهل الصدر وشده باستخدام زيت القرنفل أتمنى أن تجربها وأن تدركيلي في صندوق التعليقات آراءك واستفساراتك حول هذه الوصفة وإذا كان لديك أي طلب خاص حول وصفة معينة فيمكنك أيضا طرحه في صندوق التعليقات وسأجيبك إن شاء الله وإذا أعجبك محتوى الفيديو لا تنسينا من الدعاء ومشاركة الفيديو مع الأهل والأحباب ولك مني جزيل الشكر والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته